ولا رمزي نعم دول التمثال بتاع ازيس فين يلا ازيس 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 انا سمعت الاسم ده فين يعني خلت معك في المدرسة ازيس اخلص بيعتو ولا هرب منك من البزار ما دول انا اشعرف لانا راحت فين ازيس يا دولة وبعدين يعني انت بتسأل ننا ام ليه انا اسأل مين كيلو بطرة معلش يا دولة ما تقلقش يا اما على العموم يعني التمثال بيلف يلف 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 اخلى صباحاتو بالزاتو اسباكياتو على اخلى نساتو دي بزاراتو ولا انا مسايفاتو بزاراتو لا حضرتك دي سيدلياتو اصلااتو انت دمو خفيفاتو انت ببيع ايفي سيدلياتو سيدلياتو بص يا سيد احنا بنبيع يا سيد عندنا انه هو اله المغس عند قدماء المصريين ده عشان لو عندك صداع ولا حاج دولة وده بيتاخد قبل الاكل ولا بعد الاكل دولة هاهاهاها لنڭس أنت نفسي غبواته رãoz غبواته لا تعرفك يا رامزي عارف انك غابي ها دولة وبيقول لي يا رامز و ما اللي مجننني يا دول durch ها عارفني؟ ولا أنا أنشارت يا دولة يا لامسي غال أنتikan عرفني؟ أنا جعفر الهليل يا جعفر أبو لامحه مين؟ قل وجعلها جعفر أبو لامحة؟ جعفر أمي لا 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 للUB لا مش جعفر أبو لامحا جعفر أبو لامحة اللي هو صاحب ده وان كان جزاماتي عم وكان باستحمى بالصدفة احتم نفسك عبا دمناولك ياه يد يا قليل الادب يا حمار يا بغل الفرنبة بغل الفرنبة يا بهوة يا بغل حبيبي حبيبي يا جعبر حبيبي ادها وإيه اللي نظافت كده ياه وايه اللي عمل فيك كده قصدك ايه قصده يعني ايه اللي نظافت كده يعني انت استحميت مجبر مكانش قصدك ولا مسلا ديلي مطارك وما كانش معك شمسية لعوا بل عندكم سفيرة ايطاليا ايطاليا؟ وهي ايطاليا تغير البناءات مين كده ولا ايه يعني؟ خمساته كده؟ لمعارضة ايطاليا يعني اليورو يعني بعشرة جنيه الله 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 اليو؟ اليو؟ دي ايه عملة جديدة هناك في ايطاليا ولا ايه؟ انت قلتك من ايه؟ اليوو دي؟ اليوو يو غير اليورو يعني؟ هو اوه يا دولة هو قلتك في الواو افهم بقى؟ اه عشكا بيقول اليورو حبيبي يا جعفر حبيبي قلو يا عم قلو ده بيقبضني بالجنيه ومش عاجبه ايه 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 هتنصر تنزيل ولا ايه؟ وايه اخبار ايطاليا بقى؟ لا زي الفل عايفينك في ايطاليا امسك بس في اي شغلانة تقبض منها فلوس اكتر من هنا بكتير يا سلام طيب ايه يعني مثلا ممكن الواحد يعمل بي ايه في الشهر؟ يعني مش حسد لكن ممكن تقول حقد يعني خمسة وخميسة في عينكم اللي هيكلها الدود الدودس shot shot اعوزوا بالله انا لو خذها كده بقفالي ف الشهر يقوللي يجي الفين يورو الفين يورو؟ اه يعني في عشرة الاف جنيه ليورو يعني عشرين الف من ايه عشرين الف جنيه ما ايه عشرين ماشا الله يعنى و anyه진 عشرين ايه يالهاول عمكاني في ايه انا يعني انا مش بحسد يعني ولا حاجه بس ايه انا لا يعني انا مش بحسد يعني ولا حاجه بس chalk اوعدني يا رب اوعدني يا رب اروح ايطاليا بقى واخلص من هم البزار وتشغل البزار هتيجي تاخدني الامين يا المهم يعني يا استاذ جعفال انت سفرت ايطاليا ازاي امار الله يا كريموا بقى الحجسين سالم يعني هو اللي صفرني ايطاليا اي نعم خدت حوشت العمر بس ولا يهمة جبت قدومي عشرين مرة عشرين مرة في عشرين الف جنيه يا نهرب يا يا ماذا يعمل عشرين الف جنيه انا احمل لي كام يا دولة انت بتكلم نفسك بصوت عالي يا دولة وفرد يا اخي بتسيحلي طب وانت يا استاذ جعفال يعني معاك التليفون مثلا الحج سين سالم ده يعني اه لا معايا الكاتب بتاعه هو بص لما اخزة العنوان اه هو والمحمول اه هو هو جاب العدة بس لسا بجابش الخط يا رب اكرمك والله يا استاذ جعفال مش عارف جميلك ده اودولك فين مش عايف اود فين اود فين الجميل بتاعك ده ده اي خدمة اي خدمة اطلقنا عشان مستعجلاته يا خبرابه انت ما تخليك شو اعمى جعفال لا لا مستعجلاته يا جعفال باشا مع عالم سلامة مع عالم سلامة مع عالم سلامة يا جعفال قالت سلامة اه دولة دولة ابوس ايدك ادولة اخدني معاك ان كان بعدك شيء متقدر اخدني معاك السلام عليكم حضرتك الحج سين سالم إن شاء الله عليكم السلام أيوان الحج سالم يلزم خدمة حضرتك يعني إحنا جايين قصديناك يعني في خدمة بخصوص السفر إن شاء الله أنا معرفش حاجة عن الكلام ده أنا رجل ماشي في السليم وبعدين أنا تارزي طلباتكم إيه بقى؟ بدلة ولا أفرول؟ ولا حتى كرفات إحنا عايزينك تزبط لنا إن شاء الله يعني فيستين حلوين كده هو الإقتال يا بإذن الله وإن شاء الله بقى أنا عايز الفيزة بتاعتي على شكل كروهات كده هو الله 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 إنتو جايين تقرجوا هنا ولا إيه؟ إنتو مين؟ ومين اللي حدفكم عليّ هنا؟ حضرتك يعني اللي حدفنا اللي هو كان اسمه إيه؟ جعفر جعفر حضرتك اللي هو جعفر أبو لمعة اللي هو المعافل إيه المعافل يا أهل المساهلات؟ ماش تقولوا كده من الصبح طلبين إيه؟ طلبين بإذن الله القربة لإيطاليا ومناسبة اليورو إن شاء الله يلنا بقى نقرى الفتحة دولان حيلك حيلك إنتو هوا إنتو إيه فكرين المسألة كده سهلة؟ أما ليه حضرتك؟ لا لا بص أي طلبات أنا تحت أمرك يعني من جنيه لخمسمائة جنيه؟ إيه؟ خمسمائة جنيه؟ إيه؟ فاكر نفسك رايح الصومال؟ شكلوه إيه؟ إيه؟ حتوروني عرض كتاب كنتو الاثنين حضرتك أنا وعشان تارزة تقولينا عرض كتاب كتاب شوف طلبتك إيه وإحنا تحت أمرك يعني؟ المهنة في جواز الصفر مكتوبة إيه؟ بالنسبة لأنا مكتوب صاحب بازار وده ما عندوش جواز صفر أصلا يعني ولازم يا دولة جواز الصفر ده هو يعني؟ ومال يعني التأشيرة حدخولها فين يا فصيح؟ هو ممكن ياخد الخدمة بتاع التأشيرة على أفاقة ودينه التأشيرة في كيس بلاستيك مثلا؟ لا يا دولة الكيس البلاستيك ده ممكن يضيع مننا نعرف نفسه؟ يا بني آدم انتو هو فهموني ها؟ افهموني المهنة في جواز الصفر متاعدكم لازم تكون مكتوبة تاجر أدوات كهربائية خلاص حتى لو مطلوب ان يتكتب مثلا شاه بندر التجار بتاع الأدوات الكهربائية لتحت أمرك عادي يعني اه وانا ممكن اعمله يعني ايه؟ مساعد شاه بندر التجار بتاع الأدوات الكهربائية ودراعه اليمين اللي هو الفيشة اليمين يعني لا يمين ولا شمال ولا ايده ولا رجله الكلام اللي اقوله هو اللي يتعامله خلاص خلاص زي ما سيتك تؤمر فيه حاجة تانية غير الجوازات؟ ولا اي حاجة بعد ما تجهزوا الجوازات كل واحد فيكم يجيب خمس تلاف جنيه ايه؟ خمس تلاف جنيه؟ ماشي ماشي يا حاجسين سالم هنجيب لك الخمس تلاف جنيه عن كل باسور ونجيبهم لك على هنا لا يا فصيح مش على هنا مال على فين؟ عالسفارة؟ سفارة ايه؟ هتغدينا بتاعية اقولك ايه بص اهو تتصروا بالرقم ده واول ما تقابلوا الراجل اللي في الرقم ده تسلموه كل حاجة وده يطلع مين بقى الراجل ده مخبر؟ نا ده الراجل التاني الراجل التاني؟ هو انتو معاكو الرجل اباسة برضو؟ انا نفسي اشوف سامية جمال اخي خليك تحصلها اول ما تتصلوا بالراجل ده ويقابلكم تقولوله كلمة السر ها؟ اول ما تشوفوه هتقولوله ايه؟ سالم هو بقى حيرد عليكم ويقول حس صاحبك عني ماشي ايه سهلة قوي افتكرة معايا يا رمزي عشان منرش هناك ننسى سالم حوش صاحبك عني يا جماعة انا خلاص قررت اضحب نفسي علشانكم هتعمل ايه يعني هترمي نفسك في النيل؟ بقدش شر علي ابني مبعافش يعوم يا شناء طب اصددك ايه يعني عناقمل ايه التضحية بتاعتك دي ايه؟ اه قصدي يعني يا حماتي ان انا قررت اسافر إيطاليا هوووو ويه دي فكرة جمدة اوي يا ابن برافو عليك اخيرا حسي لبس الى مستورة بقى وانشوفوا دوم أوروبا بقى والمركات بقى ايه ده؟ اخيرا اخيرا انا هاجيب البروانات بتاعتي اللي هي مبتبقاش مدروبة بقى من بطره وليه يا ابنة حتسافر وازاي؟ وانا يا بابي ما فكرتش فيها ما فكرتش ان انت حتسابني لوحدي من غير رجل يعقويني وياحميني وفكرتش في مشاعري وانت كمان يا ماما ما فكرتش في اللعب اللي هيجبها لي من برّك؟ برافو عليك يا سمين هو ده الكلام يا رانيا انا بعمل ده كله عشان مين؟ ما عشان كنت يا ماما لعلمكم بقى ده فيه وقت شغال جزماجي بياخد هناك عشرين الفينيات فما بالكم بقى انا لو رحت هناك اخد قد ايه بقى؟ ايه؟ يا دلعيبة هتروح تشتغل صراماتي يا عدل؟ صراماتي ايه يا ماما هو انا عدل ابو لمعة طب والبازار هتعامل فيه ايه ابي؟ هتقفله؟ لا البازار ده حلو سهل قوي فيه واحد تاجر اعرفه وممكن هيأجر البازار ده بخمسين في المية يعني غير كده بقى اعرف كويس قوي ان هو زمته قاستك بس قاستك نظيف ما شاء الله يعني انت خلاص خلاص خدت قرارك الاخير؟ معلش يا رانيا غصبا عني انا مسافر مخصوص عشان ياسمين بنتنا ومستقبلها وحتسافر لوحدك يا عدل؟ لا يا ماما للأسف هيبقى معايا قدري الحيوان رمزي طيب طيب الفيزا بتاعتك جي قمين هيجيبها لك مكتب ولا انت هتجيبها من عند مين يعني؟ لا مش من عند مكتب من عند تارزي ان شاء الله تارزي؟ طب خليه سارفلها لك احسن تنسل تبتقولي فيها بس تارزي ايه؟ لا 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 المضمون يعرف ناس كبار جدا يعني هم اللي يجيبوا الفيزا ايوة يعني انت التارزي ده واسدك فيه ثقة وعمياء يعني؟ ايوة طبعا يا ماما لقلمك سفر ناس قبلها كتير قوي يعني هجيت عليا؟ طب خلي بالك يا بيه بقى احسن التارزي ده يطلع نصاب ولا حاجة؟ هينصب عليا في ايه يعني هيديني الفيزا بتكون بتبقع من اول غسلة مثلا؟ انا مش متخيلة ان انت هتسافر وتسامني لوحد يا بيبي معلش يا حبيبتي ما انت معاك مصر كلها هو نسابك لوحدك فيني يعني؟ اهم حاجة ان اتهدعوا لي يا جماعة لان ربنا يكرمني ان شاء الله وخلص الورق كله على خير يا دولة وانت هتعرف الراجل التاني ازاي دلوقتي؟ الراجل التاني مفروض هيدخل علينا وحاطت في الجاكت بتاعه وردة حمرة طب وحيحط الفيزا ازاي في الجاكت يا دولة؟ اوكي اهل وزهر ايه اللى اخرك مات؟ اه يدولة حاطتها من غير فيوظفة فعل بس بقى بس بقى كلمة سر ايه؟ كلمة سر اه اه ولا رمزك كلمة سر ايه؟ اخاسمك اه اخاسمك اه اخاسمك اه ها حافق ها حفق اه ها حجل ها حفق اه 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 شاى خبيط بس 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 اه اه ايه افتجرته اه سالم حوش صاحبك عني سالم صاحبك جن مني سالم بس انت هو فيه الناس هتاخد بالعك ايه الناس هتاخد درها يا غبي يا غبي انا لسه متعرفماش بحضرتك انا ابن عمك الحج جيل الحج جمال يعني الشهير بالراجل التاني وانا عين عادل يعني الشهير بدولة وانا ره رامزي يعني الشهير بالجازمة حضرتك احنا جبنا الفلوس وجبنا البسبورات وعايزين نعرف ايه لا هيحصل بالظبط انا دلوقتي اخب منكم الفلوس على بركة الله هات الفلوس يا ابني بس بالراحة من غير ما حد ياخد باله بالراحة حضر هات الفلوس يا رامزي بالراحة ها يا دولة ايه دولة حد قد بالهم حد قد بالهم تانوا يتخليوا يخبهم هاه هاي شكرا شكرا احني دلوقتي مادام دفعت الفلوس يبقى انتو مؤهلين ان انتو تقابلوا الراجل الكبير الزعيم يعني الزعيم هو فيه لسه زعيم او مش انت اخر حد هنقابله ولا ايه لا انا شغلتي ديليفري على توصيل الجوازات والفلوس للزعيم يا ابني احنا يا جماعة منظمة جدا يعني تقدر تقول علينا مافيا اه لا حضرتك واضع عليك ان انت مافيا 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 وحضرتك يعني طب احنا كده وهنسافر امتى ان شاء الله ان شاء الله بكرا الصبحة حتقابله الزعيم عند الحجسين الحجسالم يعني سلام جهزوا نفسكم للسفر خلال يومين سلام ماشي سلام سلام اموت انا بجول ان صفات داية ديونا ولل ول 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 ايه وما حافظين على الاسرار وطول الوقت وانت اتخذ ايه انا عزل منازل ايه يا دولا عصابة ايه شغلها على ميا بيضة انا صراحة طب من انت ما شفت الراجل ده بجد يعني الحجش ايه ده هاي الله يا دولا امك دعيالك يا دولا ملاكش دعوة، يلا بينا، يلا يا فاضري ومين هو أسافر؟ مصر هتوحشني أو يا الأرمسي؟ مش هتوحشني ولا حاجة، مش هتوحشني يلا، امشي، 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 امشي ها ها ها، سين ايه بقى؟ احنا خلاص، فيه بينا دلوقتي عمل مشترك، قولولي يا سالم، أو لو عايزين تدلعوني دلعوني يلا طب عملت ايه بقى يا معلم سلمون؟ سلمون ايه يلا، انت كده مش بتدلعوا، انت كده بتهزقوا، احنا يا أسفين، انت شايفوا كلب البعض بس، سمعني صمتك انت وهو، شششش دلوقتي، هتقابلوا الزعيم، المعلم نون، نظم يعني، وهو هيقلوكم، هتعملوا ايه بالزبط، فلت تفضل يا زعيم اهلا يا شباب، انتوا بقى اللي عاوزين تروحوا اطاليا؟ اه ايه احنا ان شاء الله هي تأشيرة اطاليا بقت صعبة دلوقتي، لكن انتوا ليكم عندي انكم تروحوا اطاليا، وزي ما بيقولوا في المثل كل الطرق تؤدي الى اطاليا الله علي النعمة، المعلم نون نظم دون بيتكلم صح الصح، بص حضرتك انت تودينا اطاليا وما لكش جاعه بس يعجبني زكائك يا وات احنا هنروح اطاليا بس مش من هنا، هتروحوا من ليبيا، ومش هنروح طيران، هنروح عن طريق البحر، يعني فاركة كعبة وتوصلوا ان شاء الله فاركة كعبة على الله بس ما تكونش فاركة كعبة داير يعني اللي عايزكم تعرفوه انكم مش هتبقى لوحدكم، في ناس كتير مستنيه هناك واول ما توصلوا، المركب هتتحرك على بركة اللي ات سيري يا نورماندي طول، يا دولة ما كان نفسي اركب سفينة من زمان انت هتعمل فقا فتاح القصري، سفينة اللي كان نفسك فيها حضرتك بس يعني معلش عدم نواخذة، احنا ما نعرفش حد هناك في ليبيا يعني احنا ناس منظمين، لينا مندوب حيستنيكم هناك حتخشوا التخزين، تبقتوا ليلة ترتاحوا يعني وبعدين تتركوا على الله تسافروا على طول ياه، جايلك يا ايطاليا ياه ربنا سهل لك يا بني معين انا خايفة من حكاية البحر والمركب دي انت ما بتعرفش تعوم لا يا مرات عم ان شاء الله هنشتري عوامات وإحنا ماشيين فين رانيا يا عادت؟ مش معقول، اكيدي 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 هيا مش قادر تستحمل لحظة الوضعات بتاعتك وضعاتي بس يا حماتي، واحدة جزء مسافر ووضع طبيعي انها توضعه يعني يا رانيا، يا رانيا خايفةَ 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 عادرَ خايفةَ سافر إيطاليا وبقادل تبص على واحدة إيطاليا شعراها أصول ضربها السلك حيث ان انا عملت شعري ازود يعني بس ما تقلاش ارجعون لك زي ما كان انا عرفاك عرفاك يا عدل عينك زيغة وقلبك مفاوز كده بيجري على اي حاجة ايو فعلا انا عن ايها زيغة صحب خلاص خلاص يا بيبي مسافر صرحني يا عدل مش انا اللي هرد عليكي الشادية هي اللي هترد عليكي شفتي؟ خلاص بقى على موبايلات بقى طمني عليك لا موبايلاتي هبعطلي الجوابات ارخص انا طول عمري كده يا حبيبي مسرف طب يا جماعة مش عارف اقولكو ايه الوداع الوداع يا وصلك الوداع يا وصلك الوداع يا وصلك عادل اخويا اخويا الوحيد عايش من غيرك ازاي يا عادل سناء اختي سناء اختي ما تعملشش نفسك كده يا سناء ما تنساش يدوم ان اقولتلك علي انا عايزة شامتة وصلك يلا بد عادل جزبنت يا حبيبي وحيدي ايوة يا حمات يا حبيبتي اهلا وسهلا مش هنسى البرفانات طبعا ما تبطلوا الحركة تخشوا على طول بسي بسي يا جماعة سلام عليكم باي باي يا عالم باي باي يا عالم ايه كهربتي ولا ايه حبيبي حبيبي بقولكي هو اليورو دلوقتي يبقى بكام مش اماوصل لنجل اول يا رانيا واعرف اليورو بقى بكام اوصل بس يا ماما يو بقى دولة بس انا هنروح بقى اجيب الوتوب بس لحد انا متخمصون يا جماعة شونت ايه لا بقى على ايدي ابي عادل ابي عادل اوعى اول ما توصل تنسى تبعتلي اللابتوب اللي اتفقت معاك عليه ها؟ حاضر او انا كمان يا بابا ما تنساش اللعب بتاعتي حاضر ياسمين يلا باي باي سامو عليكم مع السلامة يا ابني قلبي دعيلك يا حبيبي مع الفي سلامة مع السلامة يا ماما مع السلامة يلا يا رمزي بقى نطلع على اوروبا بقى ايه دولة انت مش قلت اقتاليا؟ يلا ما اوروبا بوا اقتاليا يا بل يا بل باي باي يا عادل باي يا عادل يا سلامة ما تنساش هاجاتنا يا عادل اللابتوب يا ابي باي واللابتات يا باق والبرفنات باي باي ايه دولة احنا بقى دلوقت بقى اينا في ايطاليا؟ ايطاليا تيه يا اهبل احنا لسه في ليبيا بعد خمس دقائق هيجوا ياخدونا وودونا بقى على ايطاليا بالمركب على طول يا لا والله امك دعيلك يا دولة ملكش دع خمس دقائق ايه يا استاذ احنا بقى لنا هنا اربع شهور في القودة المعافينا دي ده احنا نفسينا نتمسك ونترحل والله اللي نرتاح من المرمطة اللي احنا فيها دي اتتمسك؟ ما في حد يتحرك انتم مجبود عليكم هاد اترحلوا ده احنا ما نحقناش بقى لناش خمس دقائق ما عناش بقى دولة هناخد راحتنا بقى في ايطاليا انت في الراجل بيسا يودينا ايطاليا يا اهبل هيرحلونا على مصر يا عبيد حاضر سيقاتك يبسك ودقى انت النبوز واخر لا 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 كده حاجة تقلق عادل بقى له شهر ما سألش من ساعة ما مشي ولا اتصل ولا حتى رنق الموبايل عشان يطمنني ايه يا حبيبي يا ابني انا قلبي واكلني عليه يو 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 ما ديقلقوش كده بقى انا بقى حاسة انه هو مستاني لما يلاقي شهر ويكلمنا ويقولنا انو وصل بالسلامة ولقى شهر ويكلمنا وصل بالسلامة ولقى كل همك في البرفانات انا مش عارفة ايه اللي خلاي يقبل لموضوع ليبيا ده مش قادر افهمه لو كنا نعرف بس الرجل اللي جاب له السفر ده كنا عارفنا اخبره ايه يا اخوانا من فضلكوا بسوا انتوا قمشوا وراء احساسي انا احساسي بيقول انه هو مستاني لما يلاقي الشغل ويكلمنا وقولنا يا اخوانا انا مسجد الشغل خلاص شفتوا بقى ده عادل عشان تعرفوا انا احساسي رهايفة ده اكيد عادل الو حبيب ازاك يا حبيب واحش تريع ويخص عليك كل ده مطمينيش عليك ايه انت فين في الاسم تعمل ايه عادل في الاسم اللي عملته طيب 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 خلاص يا عادل ايه ده انا جايلك دلوقتي باي 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 طيب يا رانيا في ايه مشكو في ايطاليا لا يا اونتي ده هو اساسا موصلش ايطاليا ده هو اساسا نتمسك في ليبيا ورحلوه وغضلتي في الاسم هنا في مصر وعايزني اروح اضمانه ازاي ده حبيبي يا حبيبي يا حبيبي اسأل نفسك واسألي احساسك المرعف العالي اللي حاسا بيه ايه ايه احساسك ده هو اللي رجعه انا لازم اروحي دلوقت هروح معاكي يا دي اسكت بقى اسكت بقى انت اللي لحسني وغض ما وصلهم كنبة كنبة بتاعت الحكومة يا ابني كنبة الحكومة جمال يا دي اسكت انا مش كيفاش شرط اللي انت ده يعطاها يا غبيبي للعدي اوا Shoutia وعشر يا رونيا هجبته البطيئ والله ارجعونا لوبي تاني يا رونياfangون يا حبيبي اهلك يا رونك وبعدنك البعدنك كاذا اتمر مطنين يا رونيا رجعونا من الليع مترحلين بقىASS انا شهر advertising يعني مترحلين فاخرنا بالترحيل انا عليك يا حبيبي بهدلوك 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 يا حبيبي يا رونيا هجبت تعيشو حلاوى علشان هموت منكوح يا رونيا ميش دوراني يا دوراني أنت أصليك ما عاربتيش اللي حصل لنا احنا تباديلنا اتضحك علينا اتضحك علينا يا موكوس يا موكوس مش عارف توصل لغاية إيطاليا لما جينا طالعة البرفنات ولا أنا طالني الهدوم المستورة مش عارف توصل لغاية إيطاليا يعني مش هامك غير شوية الهدوم والبرفنات ده أنا أتمر مات ده أنا أكل نفسي والله هجبلكو هدوم من روما بس اللي حصل إيه؟ اللي حصلني مش هقدر اجبلكو حتى هدوم لعتبة طيب الشريت داخل دي على قد ما انا مدهقة من اللي جرالك والبحدال اللي شفتها لعد ما انا مبسوطها انك رجعتلي بألف سلامة يا عرب الله يسلمك الله يسلمك مين دامي دامي اقولك يا رانيا رانيا اهم حاجة يا رانيا الشريت لسه عندك شريت هباب الشريت اللي هو بتاع شهده اللي هو خلاص مش مسافر والختمة ما مسافر وبضربه اللي بتجهز ما لو سفرت عندك خلافاوي براحتك وبعدين في الزفت خلافاوي ده هاعمل له ايه يعني عمال بيزن علي يزن علي كل شوية عشان فلوس بتاعته طيب يا دولا مادام يعني عمال يزن على ودانك كده هون ما تحطول قطن في ودانك هنا او سفنج انا مش عارف اعمل ايه مع الراجل ده بيكلمني كان شغال عنده يعني بشانبول عامل زي ارني الجاموسة ده لا بس بصراحة يا دولا يعني معلم خلافاوي ده راجل جدع جدع ايه يا ابني ولا جدع ولا حاجة ده انا بقى ما بقاش جدع لو ما خدتش فلوسي دلوقتي معلم خلافاوي والله يا حضرتك لسه كنت جاي بصيرتك انا والحيوان ده اه بقمارة قرم الجاموسة اه عسر الكلام اطلب فلوسي يا نصاب اه بص حضرتك انا مش نصاب ولا حاجة انا ليه فلوس كتير اقوي في السوق بس الناس ما عندهمش دم ما بيدفعوش حضرتك لغاية دلوقتي يعني ما تقول لنفسك يا اخي قصدك ايه قصدك ان انا ما عنديش دم ماشي عموما اشتي ما بتلف تلفه وترجع لصحابه اما صحيح اللي اختشوا بيته ابقى مدقينك وتغلط فيك وفي مطيطك طيب عادل انا حاخد فلوسي تايته امتهلت وانا انت ماشي اه على مفخيلك اركابه مع الف الزلامة يا معلم الكل الف الزلامة الف الزلامة مش تقول لي يا خادي مش تقول لي ان هو واقف ورا ظهري احسن احسن ماشي ماشي يا بامزين ما فرجتك بقولك ايه ايه وعايزك تطلع تجيب لي التمثال بتاعت حور ده اخده معايا وانا رايح للمعلم ابراهيم يمكن اخد منه فلوس حاضر ايه لا ولا اقولك لا لا بلاش هتكسروا ما انت هو بيتكسر طوال الوقت انا هطلع اجيبه بنفسي ودي السلم كويس ماشي اطلع بقى دولة بس بقولك ايه اطلع واحدة واحدة ليه يعني طالع سلم المجد ايه ده السلم بيرقص كده ليه يلا ايوا دولة ما السلم ده اللي جايبينه من الشارع الهرب هاتنالله اه اه رجلي هله رجلي 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 ايها دولة نسيت اقولك حسب السلمة المكزورة ايه بيتك جاي دلوقت تقولي حسب السلمة المكزور رجلي يلا اتصل بالاسعاف اوله أتصل بدكتور بسرعة طب انا ماينفعش اتصل بالدكتور وهو اللي اتصل بالاسعاف ويجي أنا لييا حاجة الا رجلي شكلها اتستر змان ولا بسرعة بس 1000 حاندو وشكري لك يا رب السلم لسه بخير اتصل يلا اتصل اتسل! 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 تحرم دولك! مليني دولك! كم يا دولك؟ نمرت ايه؟ نمرت الدكتور! خمسة وخمسة يا حبيبي! خمسة وخمسة عن وصابتك! ورب العرش نجاك! يا ماما وأنا خبطت في ميكروباص منه اللازف تطين ورمزي! أنا كنت خايف أن هو يكسر التمثال! كسرت رجلي وكسرت التمثال! معلش يا دولة! ألف السلام عليك يا عام! يا عام بكرة إن شاء الله تخفها هو واللي تكسر تجبس يا هو دولة! مش كنت تاخد بالك بردو كده يا عادل عشان ما تتكومش! أنا مش عارفة! انت استبحت بوش مين النهاردة! أنا عارف استبحت بوش مين! ايه الخفة انتوا فيها دينتوا الاثنين هو ايه سكتنانوا دخل بحصانه ولا ايه؟ بابا هو ده الجبس اللي بيبنوا بيه لعمارات؟ آه بصي الجسي كده هو! طعا! عموما التمنوا يا جماعة الدكتور تمني خالص على الآخر! يعني قال إن هو تمزق في الوريد الشرياني ويتبعه تقلص فيه على عضلات وتمزق فيها! وإذا حمل عليها أكتر هيحصل نيار كامل العمود الفقري كاملا من أوله لآخره! بس والله في أمل يا عادل! يا نهارب! لا! ده انت تمنتيني خالص! ده أنا كنت خايف! الحمد لله يعني إنها جت على تمزق وينهاري! يا حبيبي إذا ما كنتش أنا أطمنك مين هيطمنك بس يا عادل ده أنا شركة حياتك يا بابا! طبعا يا حبيبتي أنا اكتشفت فعلا أن أنت اللي شركت حياتي! دولا أنت كده بقى هتبقى أبو رجل مسلوخة! يا عادل طب إنت هتعمل إيه في الأسبوعين ده؟ هتروح البزار بكرسي أبو عجلات؟ أبو عجلات؟ يعني إن شاء الله مفيش مشكلة خالص بالنسبة للبزار بس بجد يا جماعة! أنا متفائل بالروح اللي حوالي دي أنا مبسوط جدا! لا وأنا عايزك تتفاعل أكتر علشان موضوع البزار ده محلول أصلاً! محلول أصلاً! وبتقوليها بثقة كده وتشوحي بإيدك! هتعملي إيه بقى يا نوس عين مامتك؟ هتجيبي التماثيل ترسيها جنبه على السرين ولا أقولك نوسه في فاترينة كده ورسي فيها التماثيل بإيدك! آه يا جماعة على فكرة ولي يجي يشتري منه التماثيل يجيب بقى كيس فاكهة معاه! لا يا خفة! أنا أصلاً قررت أن أنا هروح أقوط في البزار مكان عادل! ده على الأساس أنك خريجت قسمة أصار فرع بزارات صح؟ يا رانيا يا حبيبتي! البزار ده مسئولية وده شغل ضخم ما يقومش بيه ميت راجل على الأقل! يعني لونا بديني فرسيتي بقى! بديني فرسيتي عشان أثبت أنه وراء كل رجل مكسور امرأة عظيمة! ميّل وسجينة ودحمل ميّل وسجينة شبات ناستين وحرين! إيه الزفت اللي أنت بتعمله ده على الصبح؟ صباح الفل يا رانيا! بصي أنا قلت بقى دولا مش موجود ففرصة أخد ودومي فمين! ما تقلع الجاك تخسيمولك يا رانيا! شيل اللي هي باب اللي أنت بتهببه ده يا قرف! وعمل حسابك من النهاردة وطلع أنا هنا زي زي عادل بالزبط! خلي بالك بقى من رجلك! الغربال الجديد له شدة برضي! يا رانيا! يا رانيا! فعلا يا رانيا يعني! هي لو كانت غسالة كانت تبقى أرحم! بص يا رامزي! أستاذ رامزي لو سمحت! أنا من خلال دراستي لحالتك أشك! بل أكاد أجزم أن أنت عندك انفصال أو انسلاخ في الشخصية! ربنا يحفظك! ألاقي عندك تمثال أو انضرع؟ والله يعني للأسف كان عندنا وخلص! طيب ألت مثال حرص؟ والله يعني للأسف ما كانش عندنا وخلص! ماذا؟ ما شغلين ازاي؟ ماين صح بالمكان؟ والله يعني هو انكسر وخلص! بص يا خلص! ماذا يا خلص؟ أستاذ خلص لا سمحتي! من خلال فهمي للمشكلة توصلت للحل! وهي أنك تمسك ورقة وقلم وتلف على البزارات اللي حوالي! تشوف فيه ايه هناك مش موجود عندنا وتكتبه! بس ايه؟ ايه؟ الحج خفرع! ومين الحج خفرع؟ ده تاجر من تجار التمثيل بس ايه؟ يعتبر صنم في المجال ده هو؟ ايه؟ كان بيسأل يعني على البضاعة اللي هو كان عايزها مننا! ايه؟ طبعا مفيش بضاعة لأنها دي مشكلة! لا يا رانيا المشاكل كلها عند المعلم خلفاوي! ليه هو المعلم خلفاوي عايز مننا تمثيل؟ لا احنا اخدنا منه تمثيل ومدنا لهوش الفلوس عشان احنا ناس ما عندهاش دم! احنا بقى فلوسنا عند ناس تانية ما عندهمش دم غيرنا! اه! يعني احنا ما عندناش دم وهم ما عندهمش دم! انا كده بقى عرفت المشكلة فين! ماما انا مش عادي فاناقل الرز ده صح ولا غلط! لان بطلع منه الزلط بس حاسس انا بطلع الرز مش بطلع الزلط! يظهر بقى ان الكسر بتاع رجلي ده اثر على نظري! الف بعد الشر عليك يا حبيبي انا قلت بس اسليك! بدل من انت قاعد كده لشغلة ولا مش غلط! واه الواحد برضو يعمل بلقمته! عشنا وشوفنا! عادل قاعد بناء الرز ومراته مسكة شغلة بازار! ما حدش يتكلم عن ماما كنت بقيت راجل البيت دلوقت! روسي! ماما بقت راجل البيت وانا بقيت ايه خالما قاتى! شايف؟ شايف بنتك المفعوصة معصوفة الرقبة؟ صحيح يا البلدرة على فمها تطلع البنت الاماها! ماما جات! ماما جات! وحشتيني يا ماما! حزيبت ماما روح ماما قلب ماما وحشتيني ممت! تبسى الخير يا جماعة! ده النور! ده النور! ايه يا راني ايه الاخبار؟ جبتيلي حاجات اللي اها طلبتها منك؟ يوه يا عادل نسيت ماريش انت عارف زحمة الشغلة يا حبيبي طميني عليك رجلك عاملة ايه؟ الحمدلله هو قاعد زي اي ستة بيت شطرة بيتنقل رز عادي جدا! حشتيني يا حبيبي جاوز هداي! ام اوكي يا مامي انت عارف بنتك بقى وقدرتها! انا عايزة اثبت لعادل انه وراه ستة تاكل الزلط! اهو يا حبيبتي الزلط اللي جاهزولك لوحده اهو تكليب راح لك يعني! طب يا حبيبي اخش اغير انا بقى! اه حمدتي حبيبتي لو سمحتي من فضل حضرتك انا عايزة بحكي اجي من الشغل اناقي الاكل جاهز على صفلة انا بطعب يا جماعة بطعب فعلا رعوني رعوني الله يخليكوا بطعب اف! وادي الرز وادي الزلط مش حيبت مش عايزك الرز رانيا هو انت مش هتخرجيني النهاردة زي ما وعدتين يا حبيبتي ولا ايه؟ والنبي عادل يا حبيبي سيبني فلنا فيه! طب جبتلي كريم الشعر اللي قلتلك عايزه؟ يا عادل انا في ايه ولا في ايدي الوقت؟ وانت بتعمل ايه بالورقة اللي معاك دي؟ بردت بشوية افكار هتخلي البزار ده بزار الاحلام انا حاسس انه هيبقى كابوس الاحلام انا تشوفي حبيبي افكاري هتوصلك لايه؟ انت بحسساني انه هرجع على ايه ما هتحف بص يا عادل انا مقومي بحكمة بتقول ان اللي بيقول ما بيعملش واللي بيعمل ما بيقولش وانا مش بقول علشان انا لسه بعمل ولسه ما عملتش ومش هقول غير لما اعمل ايه ده ايه ده ايه ده؟ هي دي حكمة ولا فزورة؟ ماما ماما بقولك ايه عايزه مصروفي؟ ايه ده يا ياسمين يا جميلة؟ باقول اتاخد مصروفك من ماما وبابا موجود هتيل البوك اه قصدي هتيل المحفظة وانت اخدت مصروف من ماما؟ عجبك كده يا رانيا شايفة الكلام الياسمين بتقولو؟ خدي يا اسمين خدي حبابتي يلا يا سبتي ايه رانيا انا لسه ما خدتش خدي يا اسمين ادي البابي انا خدت يا ايه هاه هااه عادل 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 فيهو واحد برا عايزك اسمه خوفه اسمه المعلم خفرع خوفه خفرع اه 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 رامته خلاص طيب بدل ما توقف الراجل برا اخليه يدخل ويقص في الصلاة ويعمليهو حاجة بدلاً ما أنتِ وقفة زي أبو الهول كده إيه أبو الهول Pik؟ ههههههههه؟ طب بس أفك الجبس وأوم لك أهلن 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 يا معلم خفرع أهلن 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 يا حبيبي يا أعز وأعرض صديق لي يا ربنا خليه أذك هادف الله يسلمك، اتفضل اتفضل ألف سلامة والله يعني تعبت نفسك بزيارتك لينا دي يعني مش معقولة يعني لها بالله ايه انا اول معرفة اللي حصل ده فرحت اقضي جايل وقلت واجب انه اجي ازورك وهعد اتطمن عليك ساعتين ثلاثة خمسة ستة عشرة زي ما انت عايز يانهارا بيض واضح ان حضوريتك فاضي يعني حاج يعني هو فعلا يا بختي من الزر وخفف لكن حدايا كانت تقعد معي عشر ساعات ايه على ما تخلص البرتقال اللي انت جايبا برتقال ده تفاح تفاح امريكاني اه تفاح امريكاني اه ده تلاقي فيه بوش بق ايه بوش اه يبوشك في الفلوك بق خمستاشر جنيه الكيلو ولما تروح بعد ما تشتريه ما تلاقوش تفاح تلاقي ايه زي ما انت اقول برتقال عموما يعني متشكرين جدا والله حاجة خفرع مش عارف يعني انه ردهالك ان شاء الله في الافراح لا لا مش عايزك تردهالي استنى بقس لما تشوف انا جايب لك ايه تاني جايب لك معايا احلى هدية هدية مية مية ايه ده تمثال رجله مكسورة اه بالمناسبة هو رجله مكسورة وانت رجلك مكسورة يبقى الرجلين مكسورين نردهالك ان شاء الله واجب لك تمثال رقابته مكسورة هدية ده فكرتني بالوقت ابني الشاعي دايمان بيكسر رقابتي راح اتجوز من ورا مني اتجوز واحدة رقاصة وجاهرته اتجوزها كده لا اتجوزهاier اتجوزهier انا نسيت تحليحه متجوزه publication إنما النور منك أنت اللي نورتين ما قلت ليش أخبار التماثيل اللي أنا طلبتها منك إيه؟ آه موجودة ومركونة عندي بقالها فترة طويلة لدرجة إنها قدمت قوي يعني بانت إنها أسرية بحقه حقيقي بس بيني وبينك أبساد عادل أنت مش عاجبني في الشغلة كل يومين دول مش عاجبني مهودا رجع حضرتك للأسلوب التقليدي السريالي اللي بيتعامل بها عادل مع إدارة الشغل أي يعني عايزاني أعمل إيه يعني؟ أجيب الزباين بمطوى من قدام باب البازارة خليهم اشتروا بالعافية؟ أنا رأيي إن إحنا نواجه تحديات السوق بإن إحنا نطور من نفسنا عشان نباين تفردنا في السوق أوه ولو إن مش فاهم حاجة من اللي قلت إن أبقى كلامك مية مية يبقى مزبوط أحادي لحضرتك مثلا إيه رأيك مثلا وإحنا بنبيع أي تمثال ننزل معاه دفتر عنوين وأرقام تليفونات شركة السياحة والطيران والفنادق وفي نفس الوقت كمان عنوان البازار والحاجات اللي موجودة فيها أزادعاية يعني للبازار بنا يخليك ويبارك بيك كده مية مية هيا الطريقة دي اللي حنمشي بيها كل العكاية هو إيه اللي مية مية؟ طب ما بالمرة بقى نعمل إمسكيات تتوزع في رمضان؟ لا صراحة بصراحة إنت معاك ست ولا كل الإمساكيات أه أقضي ولا كل الستات لأ وأنت السادة أنا عندي ست ستات لأ دا أنا هقول لحضرتك بقى على فكرة إنما إيه هيلة إيه رأي حضرتك إن إحنا نتفق مع شركات السياحة إنها هتنزل عندنا الأفواج مقابل كماشن حيخدوم الأرباح يا ناوي شايفة راجل فعلا ما يجيبها إلا ستاتها ولا يا إيه لي مقافك؟ يا ناهدف هنا كلمت المعلم خلافان زي ما قلت لك؟ آه انتصلت بيه وزمانه جاي ربنا يستر اراني دا أنا خايف يجي يولع في البزار وفينا دا الكلام دا لو أنا مش موجودة هنا مش موجودة إيه دا زي كان دولة ما كانش قادر عليه أنت هتقدر عليه عليه؟ ممكن تخلص وتنقطي بس كاتك؟ القدام اللي قلتلك عليه مفضل خد الورق ده ايه ده انت داخلーム انتخبات ولا ايه مخ出مwny يا دعايل الباظر يا ريبي يا ايه افكار الجميله دي المطلوب توزعه على السوياح كله يا ايه ايفكار المتعبة دي ولا ولا تعال ايه - بدباركا متقول ايه ما بقولش لا بتقول اه فيه تنبوضع مذكوان نعا اه باحسبي اللي اقول السلام علي من يرد السلام لأحلى مدام اهلاً اهلاً يا معلم خفرع اتفضل اقعد اتفضل انا اخليك ويبارك فيك اه 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 الطلبية جهزت اه طبعاً جهزت يا معلم انت تقوم ربنا اخليك بس انا معذور شوية هرجوكي حدفع نص المبلغ وبعدين بعد سنتين حدفع الباقية قد بعد شهرين السلام عليكم وعليكم السلام اهلاً اهلاً يا معلم مين؟ المعلم خلفاوي اهلاً يا معلم خوفه اه خفرع اهلاً 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 ده انا كاخي اتفضل لا اهلاً اتفضل الحقيقة جمعنا جمعتكم النهاردة عشان نحل مشكلة المعلم خلفاوي مع عادل لا بؤرزة يا مادام الاساس عادل زودها معايا قوي وبعدين انا انا صاحب حق يا ناس معلش يا معلم اصل هو مش متنشك بس هو الموضوع ساعات يعني البني قدمين بتمر بظروف والمشكلة ان شاء الله محلولة محلولة ازاي يعني؟ احنا لينا فلوس عند المعلم خفرع هيدفع لحضرتك جزء دلوقتي وجزء بعد شهرين اصلي الفلوس دلوقتي مع الطيوس وبالنسبالي ان شاء الله مفيش مشكلة بس شهرين كتير قوي يا مادام ويمكن كمان قبل شهرين ويمكن يومين بعد ساعتين لما ربنا يا فريجا ان شاء الله اظن كده يا معلم احنا خرجنا خلاص برا الموضوع ومشكلتك مع عادلة حل صاف يا لبن بقى موسيقى لا 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 ما覧اش ماتني شهور ماتني ... ماتني يا عزل مش ماتني ماتني ابتالك ولا هيقطع رجلي يا دكتور حدريتك. اسبت شوية ما تبقاش عايل. ما تبقاش عايل وانا يعني عشان ابقى راجل استنى عمام حامد وانا عشان ابقى راجل يعني يقطع لرجلي. خمس ديابين منشاره واحد اخمس. بص يا حدريتك انا بحب الجبس جدا يعني يا ريت ما يقطعوش خلاص لان انا ولفت عليه وبعدين متفيل لرجلي يا دكتور. في اي عامته? وما جايبين يا دكتور والمطبخ ولا ايه? شش. بس كنتي خالص. احسن لو سنعك حينشر لك رجليك كده. ينشر ها بس يرت قبل ما ينشرها يعصورها. خلاص يا سيدي شلنا الجبس. كل كسر وانت طيب. وانت طيب يا دكتور. عقبالك كده ان شاء الله. وممكن الصبح تنزل الشهر. اه. الف شهر. احنا بقى. فضل مع الف سلامة. مع الف سلامة. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. يلا ام يا بطل شد حيلك. ايه اللي حينقذ ما يمكن انقاذه? فيه يا سناء. البزار ولع ولا ايه? لا اصدها تقول ان امرتك عاملة فيها امو العريف. جيب العواقب سليمة يا رب. اه والنبي يا حاجة ادعيلي. ما دلح يا عادل تكلمها بالتليفون يا حسن تكون بعيد لك البزار. ما انا كل ما باجي اكلمها عاملالي بنضاريتها كده مش عايفة اتكلم معها في اي حاجة خالص. الله هو انت بتعرفش يا بتعمل ايه? والله يا ماما لغا بياد ولا اسود بس ان شاء الله ان شاء الله كله هيتعوض. يا موها دي حد عارف يكلمها? اللي عاملها رسابة تعملي دكتوراب نضاريتها دي. انا بقى استحلف لها. هااااااااااااااااااااااااااااااااااااا هتعملي ايه يعني? هجيب شواء الرز من ابو زلط. وخليها تنقيم. علكم سلام عليكم. عليكم سلام. دولة حبيبي. وحشني يا دولة. الف سلام عليك يا دولة. اهلا 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 اهلا. والله يا دولة احنا في غيابك ولا لنا اي ل يا ابني انت في حضوري او في غيابي ملكش اي لازمة يا رمز يا حبيبي يا دولا ايه البزار ده يا لهوة البزار ده بتاعنا ولا ايه لحظة واحدة اروح اسأل اي حد معدي بره واجيلك فريرة لا 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 اروح اسأل وما تجيش خالص يلا اتكاع الله لا حبيبي اضربني وانا بيدول اضربني حبيبي بصراحة يعني يا دولا الشغل في غيابك كان فريرة قصدك ايه يعني؟ قصدك اروح اجبس رجلي تاني عشان يفضل فريرة؟ ايه يا ريت بقى؟ بيدروا 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 والله مش فاهم عناية مش فاهم عناية يا غبي اسمها مش بصدق عناية يا ألف الحمد الله على السلامة يا أستاذ عالك اهلا وسهلا اهلا وسهلا زكا معلوم خلافية وتفضل تفضل ريش يعني انت المرة اللي فادت لما شرفتني رجلي تكسرت ربنا يسطر بقى المرة دي يا سيدي عافى الله أم سالف وبعدين انا خلاص خدت حقي خدت حقك عشان رجلي تكسرت يعني هتتنزل عن فلوسك؟ انا مالي وما نتكسر انا خدت فلوسي من معلم خفرع المعلم خفرع ازاي ده حصل يعني؟ اه الست بقى الست مراتي دي توزن دهب ست مخها يوزن بلد ست زوق وما لا ايه؟ اها مرات هيل اه 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 افتكار تقامة معارف دي كلها بناء على توجهاتي يعني انا اللي قلتلها احاولي يتثبطي كل حاجة ولبسي طاقية ده لده فواضح ان انت خدتها طاقية ودت المعلم خفرع طاقية خدت طاقية؟ نفسي اخد طاقية قديم حبيبتي ده خاتم دهب اه يعني هدية صغيرة اعتراف بالجميل اللي انت عملتين يا عادل يا حبيبي والله الموضوع مش مستحمل خالص يعني ده واجب عليا والمفروض ان انا كنت تعمل كده عادل اوعيكون دهير 18 حبيبتي جينا بقى للكلام الفلسو بجد يا رانيا انا مش عارف اقولك ايه على موقفك الرجول اللي انت عملتين رانيا انت راجل يا رانيا ما تحفظ على منافذك يا عادل راجل ايه بتاع ايه؟ ايه طبعا حبيبتي انت قمت بدور ما يقومش بيه ميت راجل لان انا طبعا بميت راجل انت عارف نا سيدي ده واجب علينا يعني الكسر انت بس كده كل يوم واشوف انا هعمل عشانك ايه؟ الكسر وكل يوم بابا ها ممكن تزيني موبايلك؟ عايزة الموبايل بتاعتي اعملي بيه ايه يعني هتبدل الميز بتاعتك ميز دي كول عشان مثلا تقولان انت حلت الواجب؟ انا شايف ان دي احسن طريقة للتواصل تكنولوجيا وحالل هوم وورك بالاضافة للتواصل الانساني ما بين التلميذ والاستاذ اه يعني انت رأيك ان الجماعة بتوع التربية والتعليم يسيبوا التعليم بقى واشتغلوا في كروت الشحر لا يا بابا انا عاوزة الموبايل بتاعك عشان ااخده معيه الفصل ايش معنى يا رمين؟ قصد كميس نرمين يعني لا يا بابا نرمين دي صاحبتي معاها موبايل بكاميرتين بتصورنا بيه في الفصحة طب مادام الموبايل بتاعها بكاميرتين انتي خدي كاميرا وديها كاميرا يا سمين انا 300000 مرة اقولك لو سمحتي ما تبصيش لحاجة غيرك يمكن ما تعرفش ان الموبايل ده بتاعها مسلا كان في الجراب ولا حاجة يعني لا لا يا عادل لا المبدأ المبدأ لا يتقطع يا عادل ده مبدأ اه صح 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 يا رمين بصي بقى يا سمينة حبيبتي انتي متبصيش لأي حاجة بتاعت اي حد لان مثلا ممكن دي تجيب كاميرا النهاردة التانية مثلا ممكن تجيب مكان التصوير مستندات التالتة طيارة توصلها لغاية المدرسة مانا اشرعه بحد جمال انتي يا ماما يعني طلبتي مكان الكابتشينو من بابا زي بتاعت الممارفة وانتي شفتيني جبتها لها؟ انتي متعرفيش اللي حصل بيني وبين ماما يوم طلبت الطلب ده عادل يا عادل لو زمحتك انت وعدتاني انت تجيب لي مكان تركوبتشينو في عيد العمال طيب وعيد العمال جاء انتي شفت فيه اي نسبة مثلا زادت على اجر العمال اما هيجي عيد العمال ان شاء الله يا هاني افهم كل اللي معي مئة الف دنيا ومعرفش اذا كانوا هيكافوني الاسبوع ده ولا لا ايوة طبعا لازم نقلل من خروجاتنا انجي صاحبيتي اه لما سهل اه لأ طبعا مش للدرجات دي الويك انت بتاعتنا هنقضيها زي كل اسبوع في فرنسا اوه وده اعلان موبايلات ولا اي انا مش هم حاجة اقولك انجي صاحبتي يا ست عرفنا ان هي صاحبتك انا مش عارف يعني بتصاحبي دايما اللي اقصر منك ليه يعني ومع ذلك عرفنا ان دي انجي وانها صاحبتك وان هي مرتبطة بهاني مش عالي ستني ستني مش دي انجي بنت محسن رسم اللي هو اكبر واحد صاحب كرة اه ماشاتي ومصايف جزر الكريبي اه جزر الكريبي بقى ولا حواليها اللي هي هونولولو وراس البر ودميات الجديدة طبعا هو ليه استثمارات سياحية في كل انحاء العالم بس يخسارة بقى طلع ابو مفتري تصوري انه تجوز السكرتيرا بتاعته بعد ما امامتها مادت يا بنتي معروفة تسعة وتسعين في المية من مديرين العالم تزوجنا بالسكرتيرات بتاعتهن علشان كده انا ارفض رفض انباتل ان عادل يجيب اي واحدة بنت سكرتيرا عنده طبعا اه انا اجيب سكرتيرا لي انا كفاية رمزي مكفيني بغبوته يعني بقولك سؤال يعني هي شحنة كرتب كاب كرت ايه يا ابي ده بابا صاحب شبكة المحمول الرابعة طب خليه بقى الجملي مميز في كاميرا بنت 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 بنا ايه ما نطلبش حاجة في اتحد بقولك هو ممكن زبطنا يعني نمر مميزة بصي يا ابي هي دلوقتي متخنقة مع بابا وجاي هنا اسبوع واحد بس طريح اعصابها وراجعة تاني اوكي باي باي معي هاي 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 نجلة استقريته هننفق انهي قوضة طبعا في احسن قوضة الاودة دي طب انا سو تايرد هاخشها نامو لما اسحى تكوني جاهزتي حمامي سخن اوكي اه اه لو سمحتي انكل نعم اه شنطتي في شنطة العربية ممكن تنزل تجيب هالي نعم اذا الريج اللي بيحصل ده معقولة يا رانيا هتيجي تقعد عندنا هنا تقعد عندنا فين وانا ناقص ده انا عايش في سيرك يا ماما اريش مطيسوتك يا عاد البنت هتسمع برا انا عايز هتسمع عايز هتسمع وبعدين انا تقول لا نزل هاتلي شنطتي من شطة العربي انت سمعتها ويها بتقول لي يا بابي هيو مش كان قصدها خارص ده هي شافتك الحمد لله كده انت الوحيد اللي في البيت مفطول للعضلات وزومين كبيني عرضاي فقالت انت الوحيد اللي هتنفع في المهمات زي يا سلام طيب ما عندك الجماعة بتوع أبطال كمال الأجسام ولا الناس اللي بيشيلوا حديد ولا اللي بياخدوا بطولات وميديليات بعد كده بقدروا يروحوا يشتغلوا في محطة مصر شهالين بقى عادل عادل يا حبيبي فين أخلاق ابن البلد فين أخلاق الحارة المصرية حارة مصرقة عايزانة فراجعة لأخلاق الحارة المصرية هخرج فراجها حالاً وبعدين دي بنت دلوعة أساساً ما تروح تقعد في أي جزيرة ولا فيلا ولا قصر من أسور أبوها يا عادل ده عمل إنساني يا عادل إنسين انت يا رانيا أنا مليش دعوة بالموضوع ده وبعدين أنا مش مسئولة عنها يا ست دي مسئولية بنتي تيجي تقعد عندي في البيت دي مسئولية اخسى عليك يا عادل حرام عليك يا عادل أنت مش حاسس بالمأساوة المعنية لأن جالها مرات أب ما لها مرات الأب؟ إحنا شفنا إيه غلط من مرات أبوها هتعمل لها إيه؟ هتبعتها تجيب لها جاز مثلاً؟ ولا هتبعتها مثلاً تعمر لها وبور الجائي؟ يعني في إيه؟ في إيه معادي يعني؟ خلاص يا عادل البنوتة جاية تقعد عندنا أسبوع عشان ترايح أعصابها وحتامشي لعلم كل اللي جو من أهو اللي قاعدين بره وعملين للسرك دول كلهم كانوا جايين عشان يرايحوا أعصابهم لمدة أسبوع وبعدين لبدوا يا ماما لبدوا بقول لهم أنا متأكد أنها هتمش عارف لي لأن الإحصائيات العلمية العالمية بتقول أني 99% من مديرين الشركات يتزوجن بسكرتورتهن بيطلقهن بعد شهر أنا مش فاهم الإحصائيات دي أنت بيجي بيها منين وإنت الوحيدة اللي بتقري الحاجات دي في الكتب يعني؟ وبعدين إفريدي بقى أبوها طلق السكرتيرا بتاعته دي هتيجي تقعد هي كمان عندنا هنا ولا هي؟ خلاص يا عادل عديها الحبيبية ماشي 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 يا راني يا عدية بس لعلمك بقى أنا مش هنزل أجيب شنط من شنط العربية عشان خطر يا عادل مش هجيب الشنطة بتاعتها وكلمتي لايمكن تنزل الأرض أبداً عادل خلاص المرة دي هتنزل الأرض ومرة الجاية لايمكن تنزل أبداً الموقف اللي انتي عملتيه معايا ده مش هنسهولك أبداً يعني بعد كده هتاخديني معاك يا صايف في جمايكا؟ طبعاً بعد الموقف ده أخدك معايا في كل حد يس انتي يا جزمة أنا مش هلتلك مئة مرة لما تطفحي وتخلصي طفحي تخسلي مكان ما طفحتي ولا روح أجيب حد من الشارع يلمس بالتك مش أنا اللي كلت حتى لو مش انتي اللي أكلتي انتي زي تخلي الخدامة تكلمك بالطريقة زي دي؟ يا خدامة، أنا خدامة دي ليليätze بابا كيكوب يا تعاليني بك تعالينه وبعيني حاولي 1 قال العري况 يا خدامة ق הצويني انتي لو جبت warnي المركزي مش حيخطاك من قيديها ايه دي ده؟ الاسودان ما تعالكم جايب إيه ده؟ دهنا هقطعها، دهنا هنسله حتاة حتاة كده يا خدامة دي عاوزة تدربني يا طوق خدامة؟ ليه؟ شايفاني ايه؟ لبسة عمت على دماغي ولبسة منطلون كاستورو ومشمراء؟ لا يا حبابتي، تس كسابي كتير، مش ما قول ده أكثر من كده بصي على المنظري، كانش أسخب من خدامة، بصي على المنظري اه، اه، انا كنت لبسة اللبس ده عشان كنت بنظف البيت اه، نظفي البيت، تعم عليها شبه عشان دي ضيفة عندنا ضيفة ايه؟ دي منظر ضيفة دي ديت لها ضربة عرفي وهربانة من الولا وهربانة من أبوها ماها الزبالة دي؟ متجبش النهذ باللة تي اه، دي بالجر قوي وكمان بتقوليلي بالجر، بturn خدامة يامان، يامان، اتلعي بره، 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 اتلعي انت مش مايت عندنا سيم عليا، بره، افتي دي بوزتلي أعصابي، معلش تيstrom حبيبتي حقك علي اخليز يا تانط، ممكن تعمليلي عصير توت بسرعة عشان آريحى عصابي، بس ممكن تخسليك كوباء كويس اتشوفوا دواء! اتشوفوا! انا انا اختيال الكفاية مجنونة انجي! دي مجنونة! هربوها بنا! خلاص عشان خاطري خلاص! ادم! عادل! 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 بص يا ربا! بص! انت تشوف لك صرفه مع البيت اللي اسمها انجي دي! اه! يرديك انها تطلب مني لما عليها الجزمة! ليه؟ وانا بشتغل ايه؟ عادل! انا! انا اختك سناء! بشتغل ايه؟ بشتغل خدامة! وانا! انا حاولت ان انا اعلمها الادب! لكن دي بنت قللت الادب! انا شغلني! طبخة جمال! ويا ريت الوجبات اللي بنعملها بتعجبها! الا في الاخر بتصخر من وجباتي ومشروباتي! مادام بتصخر من وجباتي ومشروباتك هبتدي بجد بقى في الفتل اللي جاية احترمها ان شاء الله! لا احترمها دل تقدر بتشجعها! انا برضو اللي بتشجعها يا ماما! مش انتوا اللي عدتوا كلكوا تتحيلوا علي وعملتوا لي فيها الام المثالية! عادل! اخشى ما اخشى انه يحصل تأثر عاطفي استهلاكي النزعة! بس ان البنت يا حبيبي سلوكها استفزادي فعلا! يا عادل دي بتصرف حوالي 300 دولار في اليوم! وانا بصراحة خايفة على البنات يحاولوا يقيلدوها ويبصوا للحاجة اللي معاها! بص بقى يا عادل لغاية كده وكفينان انا خالص بقى! يا ريت بقى تعرف تصرفها! اصرفها ايه دي على اساس ان هي ايه؟ العفريتة انجي! فين بنتك نجلاء؟ يا نجلاء! نجلاء! ايوه يا ابي! ممكن بس تديني عشر دقايق لحد ما خلص كوي هدوم انجح سنقربت! اولا صاحبتك دي بقى لا اسبوع قاعد عندنا انهم برطاعة في الشأن! لا المشكلة تحلت ولا ابوها سأل اصلا! يا ابي انت مش فاهم! اصلي بابا كان في شهر العسل! اه يا سلام! يعني ابوها يقعد في شهر العسل! وانا افضل هنا اخرط في بصل! ما تروح تقعد يا ست في اي فيلا ولا اي قصر من الاثور بتاعتها! اصلي هي نفسيا مش قادرة تتحمل انها تقعد مع مرات ابوها في بيت واحد! اه يا سلام! بصي انا من الاخر كده انا خلصت كل رصيدي من الجدعانة والشهامة بتاعت اولاد البلد! هاتيلي نمرت ابوها عشان اكلمه وحرك عنده غريزة الابوة شوية! حاضر! اول ما انجي تيجي هاجبلك الرقم منها! هاي عليكم! وعليكم الهاي يا سيدي! ايا دولي الناس اللي انا قاعدة عندهم! مش بطاليون! هو ايه اللي مش بطاليين! هي بتفرجك على شمسية والكراسي بحث! هاي عليهم نقعد في القطع عندهم! استنى هاي! استنى حبيبي! ايه ايه! رايح فين! معاها! معاها فين! اه انا وهي جو! اه على اساس ان انا ربع سوا بعطلكو الشيطان ولا ايه! بتستقل انت عبيت يا هاتي! لا! اه لا مش عبيت يعني! اطلع بره هلا! اطلع بره هلا! ايه ده! ده البوي فريند بتاعي! فريندي! انتوا موزتوا الصداقة بمعناه اطلع بره اطلع بره! يلا بره بره بره! بجد كده اوفر! انا قتصل بامن المبنى! مين امين الشرطة اللي عيش جوا انا فوق الده! اامن مبنى ايه يا امو اامن انت عادل! بص يا نيسها انجي قبل مفقد اعصابي! اديني نمرت والدك لو سمحت! محدش بيرد برضو! يا دولة ده مستكبر عليك يا دولة! انت من اول النهار عملت رينيلو وهو ولا هو هنا هو! ده تلاقي عام واخد اجازة من الموبايل وقافل! قافل الموبايل وانا عملها رينيلو! ما تبطل بقى يا رمزي! مش نقص غبائك عالصبح! حتى السكرتيرا بتاعته كمان برضو ما بتردش! طب يا دولة ايه رأيك بقى يمكن هما الاتنين مزنقين في المترو والشبكة واقفة! ده على اساس هو السكرتيرا بيقدوا شهر العسل في محطة المارج يعني! ما تتكلمش انت خالص ما تتكلمش ما تفكرش يا رمزي لو سمحت! انا مش عارف اعمل ايه في المصيبة اللي عندي دي! واضح ان ايه قاعدت في الابيزي خلاص! ابو الرماميز ليك عنده حل يا دولة! ايه رأيك بقى انت تتجوزها الوقت هاني كده هوا! وتبقى خلصت منها! هاني كده هوا! هاني يا ابني ده مش بتاع جواز اصلا! طب انا يا دولة بتاع جواز وربنا! وربنا انا بتاع جواز! انت احسن حاج تتجوزها لنا! وقوم جاي بقى عايش معاك في البيت! وتبقى كده وان حلت المشكيحة! بص يا رمزي انت عمرك ما تتجوز! لان غبائك واقف في طريقك يا ابني! انا غبي! انت فجأتين يا دولة بالموضوع ده! لا غبي! غبي! يعني انا مثلا هسألك سؤالي! لو ما عرفت الشي جاوب عليه تبقى غبي! لو عرفت الجاوب عليه تبقى غبي! ماشي اتفقنا يا دولة! غبي! ماشي! انا دلوقتي ايه هسألك سؤال سهل جدا! يعني ايه دلوقتي الفرق ايه بين النفق والكبري وازاي الصحة! لا يا دولة دي صعبة او 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 دي! سهلة يا ابني انت عشان غبي مش عارفة! النافق احنا بنمشي جواه! الكبري بنمشي فوقيه! اوه صح يا دولة صح! تب و ازاي الصحة؟ زي الفل الحمد الدنيا! يا دولة مش فاهم حاجة! عشان غبي يا ابني غبي غبي! والله انا زاكي! والله انا زاكي! تب بص يا دولة اسأل سؤال تاني وانا هجاوبك! علي وانا مغمض عنا يا بسورة! هنفضل معضي انا فوزير يعني ولا ايه? عليش يا دولة اسأل! اه إبلين البطيخة والمشمشة واي ازاي الصحة? البطيخة بنمشي جواها والمشمشة بنمشي فوقيه! انت عمر او لانشيت بطيخة؟ لا يا دولة اي زيتة جاي فيها انت وخلاص؟ لا يا دولة اسف يا لأ البطيخة احنا بناكل الله جواها المشمشة بناكل اللي براها اه صح يا دولة صح؟ تبوش زي الصحة زي الدولة دولة مش فهم حاجة بقى ما عشان غبي يا لأ غبي خلص موضوع ان انت تتدوز دي خالص انسى البيت دي من دماغك اه صح يا دولة منسيتها خلاص تبوش يا دولة ايه رأيك بقى احنا نسم البيت دي احسن ها من السم اللي هو بيدوخ دهو اه اللي هو السم اللعبة يعني اه انا بتكلم معك ليه انا اللي غلطة انا اللي غبي اني بتكلم معاك لا يا دولة ده انا بقول نو 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 يا دولة ايه ها هو الراجل اه الو اه محسن باشا زي الصح ايوا حضرتك انا كلمتك اكتر من مرة فعلا انا اسمي عادل سعيد وبنتك عندي لا خطفها واطلب فيديت ايه حضرتك لا 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 مش خطفها ولا حاجة دي من ورانا في البيت ايوا فان طيب انا عايزة قابلك بخصوصها لو سمحت والله يا أستاذ محسن يعني يا حضرتك ونعمة ما ربيت انجي بنتك حضرتك ومثال للأدب ما تلتخيلش حضرتك مبسوطين بيها في البيت عندي قديق انا ربيت بنتي كويس قوي يا أستاذ بس الاسف يا طلع عنيدة زي ايوا صراحة جزمة قديمة يعني بس يا حضرتك يعني احنا عايزين نصلح بينكم وبين بعض وترجعلك بقى يعني انا الحقيقة غلبت مع انجي ما بتحبش لولة خالص مع ان لولة بتحبها جدا يا صراحة تستاهل انها تحبها لانها بنتي ما شاء الله هيلة يعني تصور تصور يا أستاذ عادل انا اخترت لولة دي بعد ما تأكدت انها بتحب انجي ومتعلقة بيها جدا طيب اسأل حضرتك سؤال انجي ولا لولة ما فيهاش كلام يا أستاذ لولة طبعا ونعمة أب فعلا حضرتك تصور حضرتك انا اخترت لولة دي من بين 22 سكرتيرا جربتهم كلهم لكن للأسف كلهم طلعوا طمعين في صروتي إلا لولة أيوة يا صراحة يعني لولة ما شاء الله هيلة حضرتك 22 سكرتيرا يعني انت لفت على معها السكرتيريا ولا ايه أستاذ عادل انا نطالب لنا خلمة قوي قوي تحت أمرك يعني انا ما قدرش أستغل عن لولة وكمان مش ممكن قبل ان تفضل بنتي كده بيدي عني فعايزك تكلمها وتحببها في لولة أحاول حضرتك بس انا ما عرفش حتى شكل لولة ما عندكش صورة ليها ع البحر مثلا انجي سدقيني بجد لولة دي كويسة جدا انا ما بطيش أسمع الاسم ده خلاص بلاش تقول لها لولة قول لها مسلا سهير سعاد سمية اي اسم يعني انا مش قادرة أتخيل حد يجي مكان مامي العلمك انتوا واخدين يعني فكرة غلط قوي عن مرات القب يعني مسلا مامتك يعني لو في اي حاجة انت عملتيها اكيد هتزعل منك وتزعقلك وكده لكن مرات القب احنا نينا يعني مش هتزعقلك ده هتداري عليكي أصلا مامي عمرها ما زعقتلي بلاش دي طب انا اقولك حاجة تانية هي برضو مرات القب دي بتعتبر حس معاك في البيت يعني مين بيطبخ لك؟ طباخ بلاش الطبيخ مين بيخسلك هدومك مثلا النظيفة؟ السيرفنت السيرفنت اه طيب بلاشتوا كلهم مين بيصحيك منهم؟ منب بصي انا من اول ما شفت الصورة بتاعت مرات ابوكي دي صراحة ما استراح تلهاش يعني انا لو منك ما استوعبهاش فعلا مش حالف ابوكي اتجوزها ليه؟ برضو ما بيردش ما يمكن مزنو قف المترو تاني هدومك مترو ايه؟ اي هساً تجاي? يا مترو ايه لالرجال طب انت عارف ايفن فط بين المترو والموتسكل و ازاي الصحة؟ المترو بنكن اكل اللي جواه و الموتسكل بنكن له في ايه؟ انت تاكل البناقين دا العادة بتاعك بتاكل بنالبين؟ يا غبي يا غبي المترو بيمشي بالكهرباء الموتسكل بيمشي بالبنزين اه صح يا دولة عليك نور صح طب و ازاي الصحة؟ جوائس الحمد لله انا مش فاهم حاجة بقى مش فاهم حاجة بقى انا عشان غابي عشان غابي وعملت عطلني طول الوقت بس الراجل ده بقى انا مش هسكوت له ايه ده يا استاذ محسن انت هتهاجر وتسيب بنتك عندي ولا ايه انا خلاص دعت يا استاذ عادل بقيت عالحديدة ايه اللي حصل السياحة اتضربت انا اللي اتضربت لله يا استاذ عادل لله اه اه لله اكيد ضربت شهادة ومعهاش معت سكيتاريا ولا حاجة لله ضربتني انا اخدت كل اموالي ممتلكاتي مضتني على توكيل واستولت على كل حاجة خلاص محسن غزتم بقى في الكزوزة ممكن ممكن اطلب منك خدمة طلباتك كترت اوى محسنة كزوزة يعني شهرين ثلاثة كده بس انجي تقعد عند حضرتك لحد ما رجع اموالي وبعين انتقم انتقم من لله ايوا حضرتك الكامش بتنتقم من لله انت حضرتك كده هوب تنتقم منه انا يعني لا 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 معلش هما شهر شهرين ثلاثة لحد ما ارجع كبيل في السوق والعب بالملايين اللعب انت هتعمل لابوتريكا بتاع السوق يعني ملايين ايه حضرتك ماشي يعني انا هجيب اخري معك في الجدعانة خلاص هخليها تقعد عند الشهرين ثلاثة دول هعمل ايه؟ طيب خلاص انا هجي معك بقى عشان افهمها على كل اللحظة ماشي انا موافق تيجي معايا بس على شرط حضرتك يعني تيجي تاخد وجبك وتبتكل على طول حاضر حاضر بس ما تجيش بقى تقولي ايه؟ اريح شوية دنيا تماثة اتفاقنا حاضر اتفاقنا يلا يلا فاضر فاضر يا سيد مرس يعني عموما لو شافتك كده افتكرتك عم عبد السواه ما تقلقش متقفش هي دايما انجي كانت تطلق يا انجي انجي مين؟ بابي؟ اكيد بقى عرفتك بقلبها يعني انت جاي هنا ليه؟ لولا لولا حامل تضحكت عليها غادت كل حاجة وخلعتني انا بيت على الحديد ماليش في الدنيا غيرك دلوقت يا جماعة مش كده يا اخوان انا كده خلاص يبتلي تعايت احسن يا بابي عشان الفلوس ديك انت هتفرقنا عن بعض ايو صح لان الفقرة هما دايما اللي بيتجمعوا ما شاء الله انت هتعودي شهرين ثلاثة عند الناس الطيبين دون خلي بالك حضرتك هما مش طيبين قوي يعني شهرين ثلاثة لحد مرجع السوق وقف ع رجليه يا دي رجليك اللي مش عارف تقف عليها منملة ولا ايه؟ خد يا حبيبتي الخمسين جنيه دي ماشي بها نفسك شهرين ثلاثة بابي انا معي البوكيت ماني بتاعي اكيد نايمالها على خمسمية يا مثل مئة الف جنيه نعم وسكتها اصنعها ما صرفتش ومخرجتش عشان كنت مكتئبة بسببك عيل 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 يا انج انت اعرفة الامبروتورية بتاعتي دي انا عملتها بكام بمية خمسة واربعين جنيه يعني المئة الف جنيه دول خلال سنة واحدة هيبهم ملاقيين ايه هتصورهم بمكانة مستندات ولا ايه؟ لا يا أستاذ عادل خلي بالك انا لسه محصن رستهم كفاء قال لي اسمي وعلاقاتي في السوق على العموم انا متشكل ان انت حافزت على بنتي انجي وليك عندي مفاجأة لما هبدي الامبراتورية بتاعتي تاني من جديد ليك حاجزة عندي في جزر الكريبي انت والأسرة الكريمة ايه ده بجد؟ جزر الكريبي دي بعد الدوميات؟ انا عوزك توعدني وعد تاني خلص انك لما تبني امبراتوريتك تشغل رجالة بس بس كده من عناية الاثنين خلاص من النهار ده اعتبريني انا عدو المرأة مفيش في حياتي غيرك انت يا انجي ايوه ايوه دولة حبيبي عايزي عايزي يا دولة اسمع يا عم تعالى عشان عايزك في موضوع مهم قاوي موضوع مهم ايه دلوقت عايزي ايه؟ عايز اسألك سؤال يا دولة عشان اعرف اذا كنت ذاكي ولا ذاكي يعني ماشي حضار لي اعني تفضل بص يا دولة ايه الفرق ما بين الموز والخوخ وازاي الصحة؟ الموز بنكل اللي جواه والخوخ بنكل اللي براه اه صح يا دورو انتبوش ازاي الصحة؟ كويس الحمد لله انت عام بايه؟ ايوه بقى دولة كنت انا عايزي اقول انا الحمد لله عايزي اقول الحمد لله؟ اي دولة اطلع براه اقول اوله اولا ازاي الصحة اقول ايه؟ اقول ازاي الصحة الحمد لله كويس